إلى تلك اليدين اللتين حفرت فيهما أيام الحصار أخادي دجلية يرمي الطفل محمد بنظراته الحانية إليهما تدعبان رغيف الخبز الذي بات في الغوطة الشرقية ضربا من ضروب الرفاهية الزائدة والذي يصعب على كثير من العائلات تأمينه لا سيم مع إغلاق قوات النظام جميع المعابر والمنافذ الإنسانية بشكل مطبق ليغضو بذلك ارتفاع الأسعار وتذبذبها حديث العامة وشغلهم الشاغل والله هلأ هالأسعار كتير كتير جانة فرد جنانة واللي عنده سبع ثمان أطفال شو بدا يطعميهم شو بدا يسقيهم التجار مخبية لبضاعة والطرقات الأمن مسكرة ما عم تفوت لعرينا أبدا أبدا لم يكن النظام هو الوحيد في حصار الغوطة بل أيضا كان للتجار دورهم الأكبر في مشاركته إطباق الخناق على الأهالي من خلال إخفاء المواد الغذائية واحتكارها والتلاعب بأسعارها لتصل إلى حد يعجز فيه الناس عن شراء حاجاتهم الأساسية كمادة الطحين والحبوب والوقود وهو السبب الذي جعل نسبة الفقر ترتفع إلى مستوان قياسي في ظل البطالة المرتفعة أصلا جنون الأسعاري وغلاء المواد الأساسية زاد من مخاوف العامة من عودة أصعب أيام الحصار وأشقها والتي مرت عليهم خلال عام 2014 عندما سجلت وفيات في وقتها نتيجة الجوع والمرض والعدام الأدوية والتي تعد أبسط مقومات الحياة الإنسانية شددت قوة النظام من حصارها المطبق على بلدات الغوطة الشرقية في الآوينة الأخيرة بنسبة 100% حيث عدمت الأدوية والأغذية في جميع المحلات وبلغ أسعار بعضها إلى حد لا يمكن تحمله محمد عبد الرحمن أوريانت نيوز ريفو دمشق